طب نعمل ايه عشان نرجع ده ونعيش بالطريقة دي على طول انت ومعاك مال لازم تقسم المال ده 3-3 عشان تتزن التلت الاولاني تلت النفقات التلت الاولاني تلت الايه النفقات والتلت التاني تلت الازمات ان انت لما حصل لك ازمة حد مرض حد كذا 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 والتلت التالت تلت الاستثمار والادخار يبقى انت لازم عندك التلت حاجات دولة في حياتك ولازم تربي اولادك على ده وتعلمه من ندوة ايه اللي حاصل لما بنعمل ادخار ونعمل احتياطي لحياتنا على طول مدارس الاولاد غلت يبقى خلاص انتظروا الراسات كاغنياء خيرهم من انتظرهم عالى يتكففون الناس لازم يبقى عندك ادخار طب الادخار ده مش اعتماد على الله سبحانه وتعالى لا الاعتماد على الله سبحانه وتعالى ولذلك خذ من صحتك لمرضك وكمان خذ من غناك لمستقبلك مش بنقول لفقرك لكن لمستقبلك بأدية اول حاجة تاني حاجة لازم ببساطة خالص ان ده يعلمنا شويتين ثلاثة كرم احنا لازم نساعد الناس اللي بيحصل لهم ضيق وانت لما هتبقى كريم وتكرم الناس هتسمع صوت ينادي عليك يقول لك اكرمت عبادي وبعزتي وجلالي لا تسبقني الى الكرم فتلاقي ربنا وسع عليك ولزيك ما نقص ماله من ايه؟ من صدق فلزيك هتلاقي وسع يبقى لازم يبقى فيه جزء من مالك للصدقات عشان ترقي الوسع ده كله تالت حاجة والمهم ان دايما اذا انت مقدرش تتصدق بمالك اقل حاجة تتصدق بابتسامتك تصدق بحسن معاملتك تصدق بدعمك ومسندتك للناس ايه وعتخ لي يوم من ايام حياتك من دعم بكلمة دعم ببسمة دعم بموقف لازم تدعم الناس لان كل ما تدعم الناس هتلاقي صدرك بيتسع الناس عادت تشتكيلي كتير انا صدرنا بيضيق وحسيني ان حياة صعبة وسع على نفسك وسع على نفسك بانك انت تبص الامل في حياة الناس ودي جعلهم سعداء متهنيين ويا سلام لو قدرت تتكرس في الناس ان كل يوم الصبح ييجي ويا شنطة فرح شنطة هدايا وحنان تداول لتجرح يمسح بنوره وفوق قلوب المحتاجين يطرح منح الصبح يا صاحبي مش مجرد نور الصبح باب جديد للحياة وتفتح جعلنا يا رب على الدوام متأملين فيك الخير واكرمنا بان تشرح صدورنا للكرم وللانفاق الرشيد واجعلنا دائما تتعلق قلوبنا بما عندك من خير ونكون من اهل اليقين بودك ومددك وكرمك يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر